المشكلة بالبقى اللي بتاعات برّة لان الوقت انا بسمع كتير او ان انتو في بيجيولكو عروض من برّة وفي ناس بتروح جماعات في امريكا انا كنت بجامعة في امريكا كنت بجامعة في امريكا ليه بقى بيرجعوه يعني بيروح و بيرجعوه ليه بيروحوا وما بيكملوش ما بيكملوش في امريكا هو امريكا بعد الدور الجامعات فيه اللي هو الWMBA اللي هو ذي الMBA بس البينات بس ده بيبقى لازم بتكون يتروح جماعة كبيرة اوي يكون عندك كناكشنز يلا الستاتس بتاعتك بقى through the roof فالWMBA بتاخدك فبتاخدك summer camp بس اما بتيجي هنا الوفر نفسه كماني وايز لو انت بقى عايز ترجع تنى للأمريكا بتاعتك يلا تروح أوفرسيز بقى تاخد الأمريكا اللي انت خدتها من امريكا تروح بها اوروبا تروح أوفرسيز يلا بترجع بها مصر لو النادي بتاعك يعني ليه هتغرب لما ممكن تكون الفلوس تحتمسطح ايوة بس بحزبتنا ما عليش برضو انا هكلمك بزاوية الكورا اوكاي انه نحن دايما نقول للعيبة بتاعتنا هيا اطلع برا واطلع اوروبا حتى لو هتاخد فلوس قليلة حتى لو الشهرة مش أكبر بس هتفدنا احنا بعد كنا لا صاح ما احنا هيا اورادي تلعت برا راحت لعبت اربعة سنين فامريكا هيا اورادي خدت الاكسپيريينس دي وما فيش فلوس نلعب و نتضرب فقط. أنا أأتي إلى مصر. أنا خلاص أتعلمت و خدت الإعجاب. أأتي إلى مصر لتعبئة مصر. يعني أكثر من المعارضين الذين يترجعون إلى مصر. صح. هذه هي شغلتي البسكت. مضبوط. وأنتوا أصلا كده كده محترفات. بسكت بس مضبوط. فيه وفيه. فيه ناس واخدت البسكت إحتراف. يعني 100% زيه. يعني أنا مش بشتغل. فيه ناس معي في الفرقة واخدت البسكت وشغل. فيه مع بعض. مريم نفس القصة. أنتوا في قصة الاحتراف دي برضو. أعمار قليلا. أو أنت تفكرت تروحي بره في أمريكا. هل أنت فكرت في ده؟ هل أنت خدت خطوات في هذا الأمر؟ أه طبعا فكرت. نفسي أنا أخد سكولورشيب جامعة حلوة بره. أه خدت خطوات بقى في ده؟ ألا فكرت في ده؟ لا أنا بفكر لسه بقى هعمل. وأهلك بقى. طبعا هم بيساعدوني وبيشاركوني. ودائما هم سبورتينج معي دائما في الحواردة. أنا ليه سألت يا أهلا في القصة دي؟ أنه دائما أولي الأمور تحديدا في البنات والسفر والنكتروحي وتلعبي. دي مش بتبقى سهل. وأكيد عددت أنت بمرحلة دي. لا مش بتبقى سهلة طبعا. بس أنا بابايا أصلا كان بيلعب باسكت. من وانا عندي 16 سنة أنا كان أول مرة أخش منتخب مصر كان 2011. أول ما دخلنا أفريقي هو كان رسمي الفرود ماب أنه أصلا هو عايزي يسفرني أمريكا حد. حلوة جدا. بالممازل برضو انت لعبت كل السلة دي. أه عشان بابايا. بس عشان بابايا. عشان حاجة تاني. أه يعني هو هو اللي حطني. هو كان أصلا برضو لعيب منتخب مصر ورحكز عالم. وكده هو حطني على أول الطريق وأنا كملت بقى. هيل جدا طيب.